وقر ربي زيدني علما المشترك من المستوى الإعدادي إلى المستوى التأهيلي فأنتم الآن في مستوى من النج ومستوى معرفي أكبر وأتمنى لكم مسيرة علمية موفقة وأوصيكم بالجد والجهاد فمن صبر ضفر ومن صار على الدرب وصر بإذن الله كالعادة إذا لم تكن مشتركا في هذه القناة وكانت هذه أول مرة ترى هذا الفيديو فهذه دعوة للشراك في القناة وشكرا على دعمكم إذن كالعادة في بداية كل موسم دراسي نبدأه بما يسمى بالتقويم التشخيصي وهو بمتابة مراجعة وتثبيت لما رأيته في السنة الماضية أي في السنة الثالثة إعدادي من مهارات ومعارف فتقيم ذاتك وتعرف مستواك لتعرف مكان ضعف عندك ومكان القوة وهل لازلت تتذكر تلك الأمور التي تعلمت منك نسيت كل شيء إذن على بركة الله لنبدأ حضر معي ورقة وهذه الورقة تكون قريبة من هذه عندك سؤال أول مثلا وعندك عدة اختيارات إذن الاختبار بسيط فيه أسئلة معها مجموعة من الإختيارات لها علاقة بما رأيت في السنة الماضية لنبدأ على بركة الله ودعونا كالعادة نبدأ بوضعية مشكلة تكون مؤثرة لهذه الأسئلة لنشاهد معا هذه الوضعية ونقرأها معا اجتمع بعض المحسنين من سكان الحي في بيت الحاج علي لتدارس مسألة بناء المسجد لما نقول بناء المسجد درستم هذا الدرس المتعلق بالمسجد إذن قال الحاج علي على كل واحد مننا أن ينفق ما في وسعه طلبا للأجر والثواب فالمسجد أمن وسلم وتعارف ورسالة وتوعية وبيت الله كفيل بأن يجمع قلوبنا وينشر كتاب الله بيننا فيصلح أبناؤنا لكن سؤالا يتبادر منذ مدة إلى ذهني لكن سؤالا يتبادر منذ مدة إلى ذهني ألا وهو وهل بإمكاننا أن نخصص زكاة أموالنا لبناء المسجد؟ إذن هذا السؤال قال سعيد علينا أن نستحضر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ردوان الله عليهم وكيف تضافرت؟ تضافرت ما معنى تضافرت؟ لأن تعاونوا فيما بينهم تضافرت جهودهم في سبيل بناء المسجد النبوي وأما الزكاة فلها مصارف ومستحقون محددون إذن عرفتم من يستحق الزكاة من خلال درس الزكاة في السنة الماضية؟ عقب حمزة قائلا أهم شيء ينبغي السؤال عنه هو كيف نخطط جيدا لهذا المشروع؟ إذ من اللازم تحديد الكلفة المالية والمدة الزمنية ومراحل بناء بدقة ما هذا له علاقة بدرس التخطيط والتنظيم؟ جيد إذن قاطعوا الحاج حسن بقوله يا بني فلنتوكل على الله ونبدأ بالعمل ما علينا سوى أن نسهم في هذا المسجد ولو بالقدر القليل ممثثلين قول الله تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد خذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين دل هذه الآية من صورتي الحديد دل هنا تدخل أحمد قائلا رأيك سديد يا عم حسن لكنني أرى أن التخطيط جزء لا ينفصل عن التوكل فكانت هذه هي الوضعية واضحة بسيطة نبدأ إن شاء الله في طرح الأسئلة مع الاختيارات وهنا التذكير كل سؤال ليس بالضرورة أن يكون له جواب واحد ممكن سؤال ولكن الاختيار الأول والثالث مثلا كلاهما صحيح إذن تختار الخيار الأول والخيار الثالث إذن نتابع إذن يرى الحاج للسؤال الأول يرى الحاج علي أن للمسجد أدوارا مهمة في المجتمع إذن المطلوب هو اختر الوالد منها في الوضعية قد تكون بعضها صحيحة لكن نريد المذكور في الوضعية وليس بشكل عام إذن ألف المسجد مكان لتلاوة كتاب الله وتعلمه با المسجد صمام أمان يحفظ الشباب أو شباب الحي من الانحراف والزيغ ويعينهم على الاستقامة ثالثا أو جيم المسجد قبلة للباحثين أي مكان يتجه إليه الباحثين عن السكينة وطمأنينة النفس إذن أي هذه الأمور ورد في الوبعية سؤال الثاني إنفاق المال على المساجد علامة على التقوى إذن حدد المعينات على التقوى الأمور التي تعين لإنسان على التقوى عرفتم معنى التقوى في السنة الماضية أولا هل إيثار النفس على الغير؟ أم استحضار رقابة الله تعالى؟ أم هجر المسجد والنفور عن التبين والاستقامة؟ إذا قلنا ممكن يكون اختياران معا، ليس بالضرورة واحد إذن سؤال الثالث ما المقصود بالتخطيط في مهنة والعام؟ ما معنا التخطيط بشكل عام؟ هل هو الاستشارة والتواصل البناء مع كافة شرائح المجتمع؟ أم هو التصميم الذي يخطه المهندس ويبيل مراحل عامة لإقامة البنايات؟ أم هو الاستعداد لوضع مستقبلي ما بوضع خطة اشتغال تبرز الغايات والقرارات اللازمة اتخاذها؟ إذن ما معنا التخطيط بشكل عام تلقى من هذه الاختيارات؟ في كل السؤال يمكنك وقف الفيديو والإجابة السؤال الذي بعده الرابع ما القيمة المستفادة من قوله تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه؟ قيمة المستفادة هنا هل هي قيمة الإحسان أم البر أم الإصراف؟ من آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه؟ البر هنا معناه هو جميع أنواع الخير والإحسان تعرفون الإحسان سؤال خامس هنا طبيعة حال هذه الأسئلة وكلها سنجيب عنها إن شاء الله بشكل جماعي خامسا ما القيمة المستفادة من قوله تعالى ألم ياني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إذا القيمة هنا هل هي قيمة خشوع أم الخضوع أم التوابع ركزوا جيدا حتى لا لا تختلط عليكم الأمور السؤال السادس ما القيمة التي تمتلها سعيد في قوله وكيف تضافرت جهودهم في بناء المسجد النبوي إذا القيمة التي تمتلها هل هي قيمة تعاون أم الأنانية أم الإيثار السؤال السابع ما هي الآيات التي تنتمي إلى صورة الحشر مما يأتي أولا قوله تعالى قلوا ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله لسماء الحسنى أم قوله تعالى ولله لسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون أم قوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور له لسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إذن ما هي الآيات المناسبة أو المذكورة في صورة الحشر انطلاقا من هذه الآيات التي ذكرت لكم سؤال الثامن حد الآيات التي تنتمي إلى صورة الحديد مما يأتي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر أم قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم قوله تعالى بَن ذا الَّذِي يُقَرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون إذن تختار الجواب المناسب سؤال التاسع أتمن قوله تعالى في الآية الآتية بالتتمة الصحيحة قال تعالى في صورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو وهو على كل شيء قدير أم وهو بكل شيء عليم أم وهو بكل شيء خبير إذن تختار التتمة الصحيحة سؤال عاشر اختر المعنى الصحيح لقوله تعالى مستخلفين فيه هل وارثين له من غير عمل عليه أم وكلاء ونوابا في التصرف فيه أم مضيعين له من غير توسط واعتدار سؤال حدي عشر بي المعنى الذي دلت عليه الآية الكريمة قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون إذن المعنى الذي دلت عليه هذه الآية هل هو فضل الأنصار أم فضل المهاجرين أم فضل التابعين للصحابة بإحسان سؤال موالي حدد المعنى الذي تفهمه من قراءة الآية السابعة من صورة الحديد الواردة في الوضعية الآية التي مرت معنا في الوضعية وهي الآية السابعة من صورة الحديد قال تعالى أمن بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه إذن المعنى هل هو يكد الإنسان ويشهد في جمع المال وتحصيله ولو حر يمطلق للتصرف فيه أم المال مال الله يتصرف فيه العبد وفق مراده تعالى أم أن المال أمان رباني لدى الإنسان لذا فهو مطالب بالإنفاق منه في سبيل الله سؤال الذي بعده وردت في الوضعية آراء مختلفة في نظرك أي الآراء التالية أقرب إلى الصواب أيها أقرب إلى الصواب التخطيط لمشروع بناء المسجد دون استطلاع آراء السكان لأن الآراء ستختلف أو ستتعارض أم التخطيط الجيد وتوقع الكلفة المادية والمدة الزمنية وتحديد مراحل البناء بدقة التوكل على الله والبدء بالعمل المتاح التوكل على الله والبدء بالعمل بالمتاح من المال دون الحاجة لتخطيط دون الحاجة لتخطيط إذن أيها هذه الآراء التي تراها مناسبة كل هذه الآراء وردت في الوضعية سؤال الرابع عشر ما رأيك في من يعتبر أن التخطيط يتعارض مع التوكل هل تتفق معه أم تعارضه سؤال الرابع عشر ما رأيك في من يعتبر أن إنفاق أموال الزكاة على المساجد يتنافى مع مقاصدها هل هذا صحيح أم لا إذا إنفاقوا مال الزكاة في بناء المسجد هل يتعارض مع مقاصد الزكاة أم يتوافق مع مقاصد الزكاة السؤال السادس عشر بين المقصود بالشريعة من بين ما يأتي ما معنى الشريعة انطلاقة من هذه الاقتراحات هي كل ما شرعوا الله للمكلفين من عباده من الأوامر والنواهي المنظمة لشؤون الحياة أم هي العبادات التي يؤديها العبد المؤمن في المسجد إيمانا منه بالله تعالى أم هي الإيمان الجازم بالله تعالى وملائكته وكتبه ووصوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وكل ما ثبت من أمور الغيب إذا تختار المناسب من هذه التعارف للشريعة السابع عشر بين المقصد بالعقيدة مما يأتي هل هي كل ما شرعوا الله للمكلفين من عبادات الأوامر والنواهي المنظمة لشؤون الحياة أم العبادات هي العبادات التي يؤديها العبد المؤمن في المسجد إيمانا منه بالله تعالى أم هي الإيمان الجازم بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وكل ما ثبت من أمور الغيب إذا تختار تعريف المناسب للعقيدة السؤال الذي بعده الزكاة صورة مهمة من صور الإنطاق في سبيل الله حدد شروط صحتها مما يأتي شروط صحة ليست شروط وجوب حتى لا تختلط عليكم الأمور الإسلام تمام الحول وإخراجها بعد وجوبها إذن أيها هذه من شروط صحة الزكاة الآن السؤال التاسع عشر حدد المقصد المشترك الذي تتقاطع فيه شعيرة الزكاة مع نظام إمارة مؤمنين إذا مما يتفقان في أمر معين ما هو هذه الأسئلة المتبقية ليس فيها اختيارات إنما تكتبون الإجابات في ورقة خاصة السؤال العشرون تعتبر قيمة تعايش قيمة مركزية في رسالة إسلام أبرز مظاهر هذه القيمة من خلال وثيقة المدينة من خلال وثيقة المدينة بين قيمة التعايش إذن حاول أن تجهد ويتحسن رأى الجواب إن شاء الله السؤال الذي بعده استدل من سورة الحشر على الخصار الحميدة التي كان الأنصار رضو الله عليهم يتصفون بها إذن الأنصار كانوا يتصفون بصفات ذكرناها في سورة الحشر ما هي هذه الصفات إذن تذكر المطلوب هو أن تذكر الآية الدل على هذه الصفات إذن السؤال الثاني السؤال الذي بعده ما هي القيمة المستفادة من قوله تعالى وَيُوثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةَ نستخرجنا القيمة المذكورة في هذه الآية السؤال الذي بعده ما رأيك في قول حمزة مع التعليم؟ إن أهم شيء ينبغي السؤال عنه هو كيف نخطط جيدا لهذا المشروع إذ من اللازم تحديد الكلفة المالية والمدة الزمنية ومراحل البناء بدقة إذن هل تتفق مع هذا الرأي؟ أم عندك رأي آخر مخالف؟ أحاول أن تعلّل وتدافع عن رأي كالعادة السؤال الذي بعده أبرز أهم المواقف الإيمانية التي تميزت بها عائلة أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه إذا ما رأيتم ضور أبي أيوب وأم السليم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم إذن ما هي أهم المواقف الإيمانية؟ أمور التي قاموا بها والتي تبين الأمور التي قاموا بها والتي تدل على قوة إيمانهم ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم إذن أيها الأحباب كان هذا هو الرائز إذن اجهدوا في الإجابة وحاولوا أن تعتمدوا على أنفسكم بعد ذلك يمكنكم الرجوع إلى الدفاتر والمقرارات للتأكد من تلك الإجابات وإن شاء الله انتظرونا سأنشر لكم الفيديو المقبل فيه تصحيح لهذا التقويم التشخيصي إذن ما عليكم سوى متابعة هذه آل القناة والاشتراك فيها ليصلكم الدرس إن شاء الله والتصحيح عند وابعه وأتمنى لكم مسيرة ملطقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقر ربي زدني علما اشتركوا في القناة